اهلا بحضراتكم مرة تانية فوز مهم جدا للأهل المبارح في مباراته أمام المريخ وهي مبارات كانت بصراحة صعبة ومهمة وكان أهم شيء فيها أنك تاخد التلات نقاط عشان يعني تعدل المصار والبداية الغير موفقة بالنسبة لك في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا المطش الأولين يتعدلنا مع الهلال هناك في السودان سفر سفر المطش التاني خسرنا من سان داونز على ملعبنا واحد سفر فكان مهم مبارح ايه ايه أهم حاجة مبارح أنك تكسب وتاخد التلات نقاط طبعا جمهوري الأهلي دائما يبقى نفسه في نتيجة وأداء على غرار الفترة اللي فاتت بالمناسبة احنا فترة اللي فاتت نادرا قوي لما نكسب من غير أداء أو لو نادرا أكتر لما بتخسر أصلا تمام ففي كل الأحوال مبارح المكسب الأهم من المباراة دي بغض النظر عن الأداء في بعض الفترات ما كانش بالمستوى المطلوب أو المرجو إنك كسبت المباراة وخدت التلات نقاط وده أهم شيء بالنسبة للأهلي والأهلوية ليه؟ لأن انت في مرحلة صعبة ومرحلة صعبة دي احنا هنفضل نتكلم فيها كتير عشان نفضل ايه؟ نفكر بعض ونبقى عايشين مع الفريق لحظة بلحظة عايشين مع الفريق في كل العقبات اللي بتواجهوا نبقى مدركين كويس قوي وعندنا وعي كبير وده طبيعي موجود عند جمهور النادي الأهلي بشكل مؤكد بكل الظروف اللي بتواجه بالفريق فأنا دايماً يعني باحترم قوي قوي الأهلوية اللي بيبقوا نفسهم في أداء ونتيجة وبحب كده جداً وإحنا منهم وأنا على المستوى الشخصي أحب دايماً ما تفرج على الأهلي يبسط أستمتع لكن في بعض الأحيان بيبقى فيه أولويات فيه حاجات أهم من المهم الأداء مهم طبعاً مهم لكن الأهم إيه؟ النتيجة هي دي المرحلة اللي بتتطلب أنك تكسب بس ليه؟ هقولك ليه؟ أولاً أولاً أنت ما عندكش رفاهية الوقت اللي تقدر من خلاله تهيأ نفسك على جميع المستويات سواء نفسياً بدنياً فنياً زهنياً لأي مباراة تحتقابلها ومجبر أنك تتعامل مع كده مجبر ليه؟ لأننا عارفين الأهلي هو أكتر فريق أكتر فريق بيلعب مباريات بقاله موسمين أو تلاتة كمان بسبب مشاركته في كاس العالم الأندية بسبب ارتباطاته الكتير كل البطولات بيوصل فيها المراحل النهائية طبيعي جداً بيبقى عنده مطشط كتير بخلاف بخلاف المجموعة بتاعته اللعبة بتاعته اللي مع المنتخبات المنتخب الوطني الأول كاس العرب عدد كبير من لعبة الأهلي كاس الأمم الأفريقية عدد كبير من لعبة الأهلي بالعكس كمان ده الأهلي دفع مش عايز أقول دفع ضريبة لأن ده طبيعي طبيعي جداً الأهلي سند منتخبات المنتخبات الوطنية وده دور النادي الأهلي ده أمر مش محتاج إن احنا نتناقش فيه أساساً لكن شفنا الأهلي لعب كاس عالم أندية اللي هي أكبر بطولة كاس عالم أندية من غير عدد كبير أو من لعبته بسبب اللعبة كانت في المنتخب وده أمر طبيعي مش مش بننتقد ويعني ده أمر مش محتاج يعني كلام لكن أقول لحضراتكم الظروف وكل ما يحيط من أحداث بتقابل الفريق أو كل الأحداث اللي بيقابلها الأهلي يعني فبالتالي ما فيش الرفاهية إن انت من خلالها تستعد بشكل جيد لأي مباراة فبالتالي إحنا كجمهور نستنى بقى الأداء والنتيجة لا مش في المرحلة دي قد ننتظر أداء والنتيجة في مراحل أخر بس مش في المرحلة حالية أبسط مسال أبسط دليل